عاد جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملك راني العبدالله إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وننتقل بكم مباشرة حيث يشهد محيط الدوار الرابع توافد عدد من المواطنين للاحتجاج على سياسات الحكومة الاقتصادية بناء على دعوات التظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعية للإطلاع أكثر ينضم إلينا من منطقة الدوار الرابع أمين سليم أمين ضعنا في تفاصيل ما يجري من حولك نعم علي بالفعل نحن الآن في منطقة الدوار الرابع في محيط الدوار الرابع عصر اليوم بدأت جموع من المواطنين بتجمهر في ساحة مستشفى الأردن في هذه الساحة بدأ الاعتصام وبدأت مطالب المواطنين والمواطنين المتواجدين في هذا الاعتصام بدأوا بالمطالبة بإسقاط قانون الضريبة والإفراج عن المواطنين الرأي وبإسقاط أيضا قانون الجرائم الإلكترونية هذا الاعتصام بحسب المواطنين المشاركين فيه كانت لديهم مطالب تتعلق بأهمية إنهاء ملفي البطالة وملف الفقر مطالبة الحكومة بمحاسبة الفاسدين وبإلقاء القبض عليهم وإنهاء ملف الفساد بالإضافة إلى المطلب الرئيسي وهو قانون ضريبة الدخل إسقاط قانون ضريبة الدخل المعتصمين الذين كانوا المواطنين المتواجدين في ساحة مستشفى الأردن حاولوا منذ بداية الاعتصام التقدم باتجاه الدوار الرابع قوات الأمن منعتهم واستمرت المحاولات لفترة من الوقت بعد ذلك تمكن المعتصمين من الدخول إلى الشارع المؤدي إلى الدوار الرابع وقامت قوات الأمن بإغلاق الشارع المؤدي للدوار الرابع بكل الاتجاهين الشارع الآن مغلق بكل الاتجاهين المعتصمين متواجدين الآن في الشارع المؤدي باتجاه الدوار الرابع من دوار الشمساني باتجاه الدوار الرابع ما زال المعتصمين مستمرين في اعتصامهم والمطالبة بإسقاط قانون الضريبة وقانون الجرائم إلى الإلكترونية هذا الاعتصام علي بحسب الدعوات التي انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي هو دعوة من قبل مواطنين ومن قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك قاموا بدعوة المواطنين للتجمهر اليوم بساحة مستشفى الأردن وبمنطقة الرابع الآن المعتصمين متوجدين هنا في محيط الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء يحاول المعتصمين خلال هذه اللحظات التقدم أكثر باتجاه الدوار وباتجاه رئاسة الوزراء لكن قوات الأمن منعتهم أكثر من مرة ومازالت المحاولات مستمرة من قبل المعتصمين للوصول إلى الدوار الرابع الاعتصام كما تشاهدون بالصورة مستمرة حتى اللحظة المواطنين يهتفون مطالبين بإسقاط قانون الضريبة ومطالبين بإنهاء ملفي الفقر حاسمة الفاسدين وإنهاء هذه الملفات العالقة وبتحديد أيضا موضوع المتقلي الرأي والمتقلين السياسيين يعني هذه أبرز المطالب التي قدمها المواطنون المشاركين في هذا الاعتصام نترككم مع هذه الصور شكرا لك أمين كنت معنا من محيط الدوار الرابع وذكرت لنا أبرز مطالب المعتصمين هناك حيث تحدثت عن احتجاجات على قانون الدخل أو ضريبة الدخل الأخير وأيضا تحدثت عن قانون العفو العام وقانون الجرائم الإلكترونية وبند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء كانت هذه أبرز مطالب المعتصمين هناك على الدوار الرابع وأيضا تحدثت عن إغلاق تام للطريق من الدوار الرابع إلى دوار الداخلية نتابع معكم هذه الصور مباشرة من محيط الدوار الرابع ننوه مرة أخرى إلى أن الطريق الواصل من الدوار الرابع وصولا إلى دوار الداخلية قد أغلق من الأجهزة الأمنية المعنية هناك في المنطقة تحسبا لأي مظاهر خروج عن المألوف في المنطقة هناك إذن الأجهزة الأمنية تغلق الطريق من الدوار الرابع إلى الدوار الداخلية إذن مزيد من التطورات والأخبار دائما تجدونها على موقعنا الإخباري رؤيا نيوز دوتي في لآخر الأخبار والتطورات أعلنت الجهة الرسمية المعنية في المملكة حالة الطوارئ الجوية اعتبارا من اليوم بعد تعرض المملكة لمنخفض جوي مصحوب بأجواء باردة وماطرة يتوقع استمراره حتى السبت المقبل وأيضا وضعت مديرية الدفاع المدني نفسها في حالة تأهب ودعت المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم خلال أيام المنخفض ونصحت مديرية الأمن العام بالابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة والأكثر أمانا والإقلال من الحركة بالمركبات قدر الإمكان في عمان أعلنت أمانة العاصمة حالة الطوارئ المتوسطة استعدادة للحالة الجوية المتوقعة ونشرت آلياتها وكوادرها في معظم مناطق العاصمة وفي مناطق الجنوب أعلنت أو أعلنت حالة الطوارئ وسط مناشدات السكان باتخاذ كافة إجراءة الوقائة والسلامة العامة والابتعاد عن أي مناطق قد تضربها السيول وللاطلاع أكثر على حالة الطرق في العاصمة ينضم إلينا الزميل إسلام سمحان مباشرة من غرفة طوارئ أمانة عمان إسلام أهلا بك ضعنا في حالة أو صورة حالة الطرق والاستعدادات في أمانة عمان نعم علي بالفعل نحن الآن متواجدون في مركز الطوارئ في غرفة التحكم المروري في أمانة عمان خلال مجيئنا إلى مقر غرفة الطوارئ أجرينا جولة في عدد من الشوارع العاصمة كانت حركة السير طبيعية لم تكن هناك الزحمات المرورية إلا في بعض أماكن قليلة نتيجة تساقط الأمطار الغزير جهات رسمية عديدة علي أعلنت حالة الطوارئ ودعت المواطنين للابتعاد عن أماكن تشكل السيول والابتعاد عن الأماكن المنخفضة كذلك أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة وتأهبت لاستقبال المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة الحديث أكثر علي ينضم إلينا المهندس نبيل الجريري مدير وحدة الطرق في أمانة عمان مهندس أعطيك العافية ضعنا في آخر التفاصيل وفي الطرق المفتوحة أين هناك إزدحمات ماذا توجهون أيضا رسالتكم إلى المواطنين أخي أعطيك العافية حقيقة منذ صباح اليوم ومن خلال متابعة النشرات الجوية على المدى الأيام السابقة أمانة عمان من خلال متابعة النشرات الجوية أعلنت رفعة الجاهزية واستعدادا للحالة الماطرة تم إعلان حالة الطوارئ المتوسطة من صباح اليوم وكانت الفرق الميدانية متوزعة بكافة المواقع التي كان من الممكن أو من المتوقع أن يكون هناك تجمعات للمياه لكن بحمد الله كان هناك سيطرة وكان هناك التواجد للفرق في كافة المواقع وتعاملت أولا بأول مع الحالات الموجودة والتي نتج عنها بعض التجمعات البسيطة وتم معارجتها أولا بأول من خلال فرق أمانة عمان الموزعة في كافة المناطق من خلال مناطقها 2022 من خلال كوادر أمانة عمان من خلال آليات المتوزعة ضمن مجموعات ومتواجدة على المواقع الحرجة نعم كذلك علي ينضم إلينا كذلك مدير إدارة الوحدة المشتركة المهندس محمد الفعوري ليضاعنا كذلك في التفاصيل هذه الوحدة هي وحدة مشتركة بين أمانة عمان والأجهزة المعنية الدفاع المدني والأمن العام باش مهندس حدثنا إن كان هناك وردة مثلا اتصالات طوارئ ما هي ألية العمل الآن ما هي طبيعة عمل هذه الوحدة كذلك نعم سيد يا أول شيء هلو سهل فيك واللاطيك والعافية مثل ما أنت مشاهد الآن نحن في وحدة التحكم المروري بالإشارات الضوئية هذه الغرف المشتركة ما بين أمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام وإدارة السيارة المركزية مراقبة لجميع الإشارات والقطعات داخل العاصمة عمان من خلال الشاشات اللي أنت بتلاحظها أمامك وأيضا إخواننا المشاهدين عن بلاحظوها أمامنا الحمد لله رب العالمين لم نبلغ عن أي شيء عن إغلاق طريق فعل مياه الأمطار لم نبلغ عن أي ملحوظة من هذا القبيل حتى هذه اللحظة علي كما تشاهد من وراء هذه الشاشات ترصد معظم شوارع العاصمة حيث يبدو أن هناك ازدحاما مروريا في هذه المنطقة هذا أي منطقة هذه؟ هذه في منطقة الرابية كما تشاهد الآن يوجد ازدحام مروري في كاميرات أخرى نشاهد أن الطرق حقيقة سالكة ولكن أيضا ندعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر علي كما تشاهد أمانة عمان كذلك والكوادر كما فهمنا لحظة وصولنا إلى غرفة الطوارئ هي في أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله وعودة إليك علي إلى استوديوهاتنا في رؤية شكرا لك إسلام سمح أن كنت معنا مباشرة من غرفة طوارئ أمانة عمان في خبر آخر قال مصدر أمني لرؤية أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطريقة الواصلة من البحر الميت إلى محافظة العقبة إلى ما بعد منطقة الفنادق مرورا بغور حديثة والمزرعة إغلاقا احترازيا نظرا للظروف الجوية السائدة في المملكة وأكد المصدر أنه تم تحويل القادمين من العقبة باتجاه طريق الخرزة إلى الكرك والقادمين من عمان باتجاه العقبة لسلك طريق البانوراما باتجاه محافظة مادبة قررت نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين استمرار إضراب منتسبهما العاملين في وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل وعلنت نيتها التوسع في إجراءتها التصعيدية اعتبارا من السبت المقبل واستثنت النقابة المهندسين الصناعيين والزراعيين المكلفين بعقد ومتابعة امتحان تدريب العملي للدورة الشتوية لتخصصات الصناعية والزراعية من الإضراب مؤكدة على عدالة مطالبي منتسبها هذا الإضراب ابتدأ من يوم الاثنين الموافق ثلاث اطناعش وبالتالي نتج عن هذا الاجتماع أيضا استثناء المهندسين المشاركين في امتحان الوزاري لطلبة الثانوية العامة آملين من الحكومة أن تلتقط هذه الرسالة الإيجابية وأن تتجاوب مع مطالب المهندسين المشروعة والعادلة وهي مساواتهم بغيرهم من المهندسين في القطاع العام أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيتها القيام بأعمال توسعة في خطوط الألياف الضوئية الفايبر الخاصة بشبكة الحكومة الآمنة من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من مساء يوم غد وقالت الوزارة إن الأمر سيترتب عليه انقطاعات مبرمجة لخدمات الحكومة الإلكترونية والإنترنت خلال هذه الفترة التي تستمر 24 ساعة من جهته وزير الاتصالات مثل غرايبة وفي اتصال هاتفي لرؤية أكد أن لا صحة للحديث عن انقطاع الإنترنت عن المملكة وأوضح غرايبة أن مصادر عن وكالة الأنباء الأردنية بيترا من انقطاع للخدمات الحكومية هو انقطاع لخدمة الإنترنت عن الوزارات فقط وهو انقطاع داخلي لا يعني أبدا انقطاع الخدمة عن المملكة موضحا أن كتابا صادرا عن الوزارة يوضح القطع المبلغة للوزارات مسبقا رغم أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال لم يغير شيئا على أرض الواقع إلا أن الحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال أصبح واضحا عقب ذلك ومنح الضوء الأخضر للاحتلال للمعاني في انتهاكاته واستيطانه اليوم تصادف الذكرى الأولى للقرار المشؤوم ورغم خطورته على القضية الفلسطينية خلت الضفة الغربية من أي فعالية في مراكز المدن أو على خطوط التماس في السادس من كانون أول من العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال ووقع قرارا بنقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب في ذلك الحين شهدت مناطق التماس في الضفة الغربية والقدس وغزة غضبا فلسطينيا استمر لعدة أشهر كانت ذروته في يوم نقل السفارة في الرابع عشر من أيار قبل يوم من ذكرى النكبة السبعين نحن الآن على المدخل الشمالي لمدينة البيرا المحتلة هذه المنطقة كانت أكثر مناطق التماس اشتعالا قبل عام من الآن اليوم تبدو حركة المواطنين الطبيعية لم تعلن أي من الجهات الفلسطينية عن فعاليات في ذكرى وعد ترامبا المشؤوم أما الاحتلال فمستمر في اقتحاماته للمدن يعتقل المئات ويصادر الأراضي ويحمي المستوطنين نلتقي مع الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونسأله عن سر هذا الهدوء في ذكرى يوم مشتعل بأثره على فلسطين المحتلة لا يمكن الدلالة على أنه لم يصر العملية فعالية شعبية وجمهرية بأنه يمكن أن يتغير الموقف نحن مضونا قدما بالتمسك برفض السياسات الأمريكية العدوانية في هذه المنطقة وهذا الأمر الذي درجنا على وضع أليات من أجل مواجهة سياسية وإعلامية ومحاصرة الموقف الأمريكي في كل المؤسسات الدولية ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات في تصريحات إذاعية بأن قرار ترامب بعد عام من توقيعه لم يغير شيئا على أرض الواقع ولن يغير أي شيء من الحقوق والثوابت الفلسطينية كل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وأعلان حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني منذ السادس من ديسمبر الماضي وحتى اليوم عام كامل مضى عن هذه الحرب سواء فيما يتعلق بالخطس عاصمة الاحتلال وإلانها عن ذلك أو نقل السفارة في الرابع عشر مايو أيار الماضي أو قطع أموال المساعدات عن وكالة غلطة الشرية للاجئين بهدف شطر حق العودة للاجئين الفلسطينيين اليوم وبعد 364 يوما من توقيع ترامب لقراره المشؤوم الاحتلال يملك حقا مزيفا في عاصمة الفلسطينيين فيما تعاني السلطة الفلسطينية عقوبات ترتبت على رفضها لصفقة القرن التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية وهذا ينعكس سلبا على حياة المواطنين أما غزة فما تزال محاصرة تدافع عن نفسها وعن غيرها والضفة الغربية تقاوم بما تستطيع الإرهاب والانتهاكات الاحتلالية التي منحتها واشنطن الضوء الأخضر من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا أما حال القدس بعد مرور عام على القرار الأمريكي فيعبر عنه إطلاق الاحتلال يد الجمعيات الاستيطانية في المدينة المقدسة ومحاولة المستوطنين حجز مكان لهم داخل الحرم القدسي من خلال استهداف منطقة باب الرحمة أما المقدسي فهو قاب قوسين أو أدنى من التهجير والتطهير العرقي عجب عجاب هو ما رأته القدس هذا العام وحرب شاملة شنت على المدينة أخذت حكومة الاحتلال ضوءها الأخضر من صفعة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وما أعقبها بعد خمسة شهور من الإعلان من نقل للسفارة الأمريكية لقلب المدينة المقدسة فالاحتلال استغل القرار سياسيا نحو تشديد المزيد من الإجراءات وسن القوانين لتهويد باجهة القدس العربية لجعلها يهودية وبقبضة حديدية لحق الاحتلال المقدسية وحاصره في كل مناحي وتفاصيل حياته الاجتماعية والاقتصادية وأيضا السياسية على المستوى السياسي جرى سن ما يسمى بقانون أساس القومي الصهيوني وهذا القرار استهدف بالطرد والتهجير المقدسيين والتطهير العرقي إلى خارج حدود ما يسمى ببلدية القدس بما يعني تغيير الواقع الديمقرافي في المدينة بضخ 150 ألف مستوطن إلى المدينة وإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني إلى موجودين خارج حدود ما يسمى ببلدية القدس سلطات الاحتلال كانت متوحشة جدا في الاعتقالات ضربت ونكلت وكسرت وصلت الاعتقالات قرابة 2000 مقدسي منذ القرار ولغاية اليوم الاعتقال كان يتم لمجرد أن الشخص يرتدي كوفية أو يرفع العلم أو أنه كان متوقف في اعتصام مناهض لسياس التراني وبعد قرار ذلك الأرعى فتحت شهية الاحتلال أكثر على الاستيطان في مدينة القدس بدءا من قانون يسمح بالبناء الاستيطاني في الحضائق الوطنية والمصادقة على 20 ألف وحدة استيطانية ستقام في ثلاثة أحياء يهودية جديدة في المدينة تضاف على 900 وحدة استيطانية انتهى الاحتلال من تشييدها في المدينة أيضا التغول الاستيطاني هذا يقابله عمليات تطهير عرقية لأحياء مقدسية كاملة كما يحدث اليوم في حي بطن الهوى في سلوان من عمليات تهجيرا جماعية لأكثر من 700 مقدسي منذ إعلان ترامب حتى الآن تم مصادرة أكثر من 817 دنم في الشرق المدينة القدس تم توزيع أكثر من 10 أمر هدم في القدس تم هدم أكثر من 314 منشا تم سحب أكثر من 1800 هوي ومن ثم فتح أكثر من 16 نفق وحفرية تحت الأرض إن بقيت الأمور على ما هي عليه لا قدر الله أظن أن القدس فعلا ستهيأ لأن تكون عاصمة اليهود في العالم البوصلة الأهم المسجد الأقصى تحت النار أيضا فمن قوانين أعطت المستوطنين الحق بأداء تقوس صلواتهم التلمودية داخل بحاته إلى قانون يسمح باقتحام الأقصى من قبل أعضاء من الكنيسة الاحتلالية إلى ما يجي بحق حرمة الأقصى من تكثيفا لأعداد المقتحمين التي ازدادت نسبتها بنحو 30% بعد قرار ترامب من القدس المحتلزين صندوق رؤيا وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها قوات سوريا الديمقراطية تتقدم داخل بلدة هجين شرق سوريا وقتلان في هجوم انتحاري على مقر للشرطة جنوب شرق إيران حققت قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي تقدما داخل بلدة هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي تسيطر عليه عصابة داعش الارهابية في شرق البلاد بدأت في السويد محادثات برعاية الأمم المتحدة بين وفدين من الحكومة اليمنية والحوثيين اعتبرها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث فرصة شديدة الأهمية قتل شرطيان في مدينة جبهار بجنوب شرق إيران في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد مقر قيادة الشرطة نفذه مسلحون مستخدمين سيارة مفخخة علنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستنفذ فورا التدابير التجارية التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شيغن بينج وفي تقليد سنوي أضاءت مجموعة الصيغ شجرة عيد الميلاد لهذا العام إذان ببدء موسم العياد وذلك خلال حفل جمع الإدارة والموظفين في أجواء من الألفة أضاءت مجموعة الصيغ شجرة عيد الميلاد المجيد في مبنى المجموعة واحتفلت بعيد القديسة بربارة وذلك استعدادا لعيد الميلاد الذي يصادف الخامسة والعشرين من الشهر الجاري نحن في بداية شهر 12 الحقيقة هو شهر المناسبات الدينية للمسيحيين وتقليد ذهنات ناشونال وعائلة الصيغ الاحتفال بهذه المناسبة بإضاءة شجرة عيد الميلاد وبالتالي كمان عندنا احتفال يسموه عيد القديسة بربارة اللي بنقدم فيه القمح المطبوخ فبالتالي يعني اليوم هذا تقليد السنوي اللي بتقوم في ذهنات ناشونال مع وجود جميع موظفين المجموعة رئيس مجلس إدارة مجموعة الصيغ ميشيل الصيغ تمنى للأردن تطورا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في ظل القيادة الهاشمية وأن يحل السلام على الوطن العربي وأن يكون هناك حل معقول ومنطقي للقضية الفلسطينية اليوم شي ممتع انه احنا حقيقة في موسم الشتاء اليوم تشعر انه انت موسم الشتاء وموسم الشتاء ان شاء الله خير على الأردن وعلى المجتمع العربي كله ونتمنى للأردن والوطن العربي والقضية الفلسطينية ان شاء الله بحل منطقي ومعقول والتطور للأردن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتنظم المجموعة هذا الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمشاركة موظفيها ولتوطيد العلاقات والتعاون بينهم كتقليد سنوي عمر فرام رؤيا ولأننا نترككم مع هذه المشاهد والأقطات لهطول الأمطار والأجواء الشتوية من عدة محافظات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة